الفن رسالة وأنا هيخذ من كلامك الموضوع ده وإحنا هنا تشرفنا بوجودك في الحفل الخيري مع دكتور مجد يعقوب وكان فيه إقبال على السوشيال ميديا وإقبال جماهيري أيضاً على هذا الحفل والناس تفعلت معي بشكل كبير لأنه يمكن الناس بتعول على الفنانين وخصوصاً كمان الفنانين العرب في مسألة الرسائل اللي كلها حب وسلام وطمأنينة للناس حتى وهم موجوعين وبيعدوا بجراح وتعب كتير وده أنت نقلتي بكل صدق في وجودك في هذا الحفل الخيري يعني أنا بقول دايماً يوجولي بنقول أنه ما تخلي إيدك اليمين تعرف شو بتعمل إيدك الشمال بس لما بتكوني public figure حلو تكوني role model للناس حلو تقدمي شيء خيري وصمتايم زي شوفو الناس يكون عندهم إنيسياتيف أنه هني كمان يكون عندهم حافظ أنه يقدموا كل إنسان على قد قدرته سأكيد أنا مع هالقصص أنا دكتور مجدي عقوب أنا بحترمه كتير بحترم المسيرة طبعاً وبيحترم كل الأقصص اللي بقدمها فور فري للعالم وقليل الناس والبيكونوا بمواقع القرار أو السلطة أو أنه بيعملوا هالشي اللي عمده سأنا لما نحكيوني عن الشي اللي بدو يسير لدكتور مجدي عقوب ما ترددت ولا ثانية لأنه بعرف قدي هو بيعمل خير قلت أنا معلق أنه نشارك بهالشي لأنه ما قلتلك الواحد مش حلو يقولون يعني حلو تكوني تتأثر بالناس للناس اللي قادرة تقدم لو بني واحد لgood causes أنا مع هالشي اشتركوا في القناة